لما بتفرج على هالند بتوقع تفكر في ايه يعني بتوقع تشوف ايه اصلا بفرج على لعيبة اللي زي دي اللي زي هالند الحاجات الخارقة دي بقى افضل اربط في حاجاته خيوته حاجاته وبعمل حاجات غريبة كده في دماغي وفي الاخر بقى بقى احد ده كده اقول لأ بلاش تسرح بخيالك ده لعيب يعني هو يعني زي ما يقوله ايه انت جاي برأس حربة بيديديله كل السبل انه توصله للمرمى جورديولا عايز تلعب له كورة عرضية هتلاقيه هتلاقى 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 مصبوط كورة عالية هتلاقى هتلاقى هوا يعني في كل الاحوال موجود صح وبيجيد بشكل رائع وقليل الكلام يعني حتى يعني بتعامل مع الصحفين تلاقيه النهاردة مثلا بيدلوا جايزة اللي هترك رح بسلمها لفيل فودن وراح ماشي عادي يا اللي هو مش فهم حاجاته انتو بتعملوا ايه 22 سنة برضو 22 سنة هو بقاله قديه بيلعب انا بقاله كتير يعني شفت الفيديو مثلا من حوالي 14 او 15 قبل ما ييجي اصلا من شاستي فيعني حطت 4-5 كورة وبيشوت كل واحدة وبيحطها في حتة معينة في التمانيات فان حتى درجة الناس تصورت رغبا قالك ايه ايه ده ده فيديو مواكب ده معرف من كتر ما هو الولد رائع فهو راجل مش شابه بقى ده راجل عارف بيشتغل شغلته ازاي هي يعني زمان ميدو لما تجي تتكلم معاه مثلا اما كنا اقول او لا احد كان بيعتز بيدو طبعا ان هو كان بيقول ايه انا رايح الشغل صح مش راح اتمرن انا رايح الشغل صح فده شغله فبتعامل مع الموضوع بمنطق ان ده شغل صح مع مدرد بقيمة جوارديولا طبعا والمجموعة اللي حواليه بقى انت تتكلم عن الديبروين ده اللي هو يوصلك في الجنب في اي من اي حتة ومن اي اتجاو طبعا هاي الفرقة كلها ايها متكاملة وبعدين انت خارج من فوز بالدوري ففي ناس ممكن تبقى يعني عندها حالة تشبع ايوة الناس خلاص وصلت الى الواحد ما كان شغال لا مفيش مشكلة خالص واحد صديق نهارك بفرق مع الماتش قال لي بص انا مش يصدق ان اللعيبة بتاع مانشستر سيتي دول حقيقينة لما كن في المدرجات وشايفهم قدام عناي غير كده انا بالنسبة لي هم يبقعتون لنا صورة جرافيكس يعني اللي بيحصل لجرافيكس مش حقيق بتتكلم بتلعب مانشستر انويت حتى لو ظروفه ايه طبعا مستحق وتبقى اربع سفر اه وبعد كده تبقى يعني اربع واحد طب بس خب بالك ان مانشستر يونايتد كمان ظروفه مش سيئة ده مانشستر يونايتد في حالة تصاعد مش طبيعه هو بدأ الموسي موحش موبراتين خسرتين ماشي بس كان بيكسب ليفربور بيكسب ارسنو بيكسب يعني بيعمل ادار كميز اه هو اه هو اه بس كسب اللي هيا بتتكلم يعني اه في فرقة اه يعني فيها تنين مجنح صح وفي الناس بطالة عنارموا بقاها صح كانت فضائية كانت خارقة كانت فضائية مش طبعية